دشنا بكلية الأداب قسم الصحافة والإعلام برنامج مهارات العمل الإعلامي والذي يستمر على مدى ستة أيام يتلقى فيه المتدربون جملة من المعارف العلمية في الجانب الإعلامي المزيد في سياق هذا التقرير دشنا بكلية الأداب والعلوم الإنسانية قسم الصحافة والإعلام بجامعة حضر موت برنامج مهارات العمل الإعلامي الذي ينظمه المجلس الطلابي بالكلية البرنامج يستمر لبدة ستة ايام يدرب فيه مدربون ذو كفاءة وخبرة في المجال الاعلامي ويتعرف المتدربون على جملة من المعارف التي تمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة للعمل الاعلامي حرست ان يكون هذه المادة نوعية في مواد لم يتبق سبق ان درسوها في المناهج الدراسية حتى تكون فائدة ونخرج بمعلومات جديدة تساعد الطلاب على التفكير تساعد الطلاب على تحسين الاداء في مستوياتهم وكذلك توجيه مستوى افضل في المحتوى الاعلامي بحيث ان يكون المحتوى قادر على مواجهة التغيرات والاشياء التي تحدث في المجتمع فهذا البرنامج يتخلل الى عدة دورات منها اربع دورات ان شاء الله ستقام لمدة ست ايام خاصة بالاعلام لكي تطور مهارات وقدرات اصحاب الاعلام بحيث انهم يكسبوا الكميات الهائلة والمعلومات الوفيرة في مجالهم الاعلامي ايضا نحن في المجلس الطلابي لدينا الكثير والكثير من الدورات التدريبية التي سنقيمها ان شاء الله تعالى في الايام القادمة او السنوات القادمة لا شك ان الجانب التدريبي مهم بصفته مكملا للجانب النظري ويشكل ركيزة اساسية تمكن طلاب الجامعة من شق طريقهم العملي متسلحين بمخزون وافر من المعلومات والخبرات التي يكتسبونها من الدورات التدريبية كلا في مجال تخصصه وهو ما يسعى له الطلاب حيث تقدم لهذا البرنامج اكثر من 90 طالبا وطالبة وقع الاختيار على 22 منهم وهذا ابسط مثال على ان الاحتياج الفعلي للتدريب كبير وللأماني استفدنا اشياء كثيرة منه جدا ومن هذه الاشياء بخصص مثلا مفهوم الاتصال مهارات الاتصال انواع الاتصال خصائص الاتصال ايش بالضبط ايضا وظائف الاتصال للماني يعني خرجنا بمعلومات كبيرة وفائدة عظيمة اجيت اليوم حتى نمي مهاراتي لاني مهتمة بالجانب الاعلامي والتلفزيوني وان شاء الله اصير في المستقبل مذيعة اكبر وطور مهاراتي اكثر واكثر وحابة استفيد من هذه الدور تلقي العلوم دون تطبيقها لا ينفع بل لا بد من تثبيت المعلومة وتطبيقها لتكون اكثر نفعا وفعالية ولا تكون حبرا على ورق ينسى بمرور الزمن لقناة المكلة فيصل الجابري